ولسه كلامنا عن الرياضة تحديداً كرة القدم مستمر وبعشرة لاعبين منتخبنا الأولمبي خسر أمام المنتخب المغربي في أول نهائي عربي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة تتواج المغرب بالبطولة لكن الأهم أن منتخبنا الحقيقة أدى المهمة المطلوبة وهو الصعود للأولمبياد لاعبين منتخب مصر عملوا اللي عليهم فخورين بكل تأكيد اللي قدموا طوال شوارهم في البطولة يش هذي مباراة كانتش سهلة طبعاً بكل تأكيد مباراة صعبة وهناخد دلوقتي قراءة طبعاً في هذه المباراة بالإضافة طبعاً إلى مباراة الدوري المصري مبارح الأهلي والاتحاد ومبارح كمان كانت مباراة الزمالك وفيوتشار واللي فاز فيها طبعاً الأهلي فاز والزمالك على منافسيون في هذه المباراة تفاصيل كل هذه الأحداث الرياضية نعرف الوقت من ضفنا اللي منوارنا فيه الأستوديو كريم سعيد رئيس تحرير يلا الكرة صباح الخير عليك كريم سباح الخير جمعينا وصباح الخير لكل المنتخبية كما نقول يا أهلا بك نبدأ مع المنتخب الأولمبي هل شايف أن المنتخب عمل اللي عليه يعني ورؤيتك المباراة وسبب الخسارة في هذه المباراة طبعاً أكيد بعيداً عن النتيجة كامل التحية للمنتخب الأولمبي كامل التحية لجهاز الفني بكيادة الراجل اللي بيشتغلت بصراحة وعملت شغل كتير جداً وبصمته واضحة على الفلي أقصد رجلي ميكالي طبعاً مدير فني قادير للغاية ويفتكر بقولك يعني بعد نهاية عقده مع المنتخب الأولمبي الراجل ده يبقى عنده طريقين هيسلكهم في مصر إما إما لو كورسي مدير الفني المنتخب الأول فاضي هيروح له أو هيروح أحد الأندال الكبيرة في مصر راجل مدير فني كبير جداً تاك تاك وتحويله لمنظومة اللي يبقى لولاد دول هنتفرج عليهم من زمان المستوى اللي أنا شفته عليه مبارح فريق بيلعب من تقريباً الدقيقة 18 بيلعب بعشر لعيبة لغاية الدقيقة 120 ونضيف عليهم طبعاً لوقات البدرة الضائعة اللي هما هيوصل له حوالي 20 دقيقة فيدي اللعب أكتر من ساعة ونص بعشر لعيبة قدام منتخب قوي للغاية عنده لعيبة عندها كبيرة شفنا مبارح الزلزولي طبعاً لعب منتخب مغربي لعيب مميز للغاية ولعيب بقى سكلر بشكل عالي جداً الفنيل المغربي رغم أن هو كان بيلعب زي العدد واحد إنما ما قدرش خالص يحسسك أنه هو في الملعب منتشر أو مستفيد من حالة الطالب فأنا بحيي بصراحة منتخب رغم الخسارة وأكيد أتفق جداً جداً معاكم أن الهدف الأساسي يتحقق وهو الوصول لباريس 20-24 طيب كريم برضو من الحاجات الحقيقة المبهجة كمان ومشرفة فكرة إنه يتوج لعبين من منتخبنا الأولمبي كان رهون كرمان حمزة علاء أفضل حارس أو حتى إبراهيم عادل أفضل لعب بالرغم من الخسارة أمام المباراة النهائية شوفي طبعاً أكيد هو أنا فوقت نظري أفضل حارس وأفضل لعب تم اختيارهم قبل المباراة لأنه استحالة يتم اختيار أفضل حارس في البطولة بشكل عام وأفضل لعب بشكل عام من المباراة النهائية بس تم اختياره قبل المباراة تراكمي طيب من خلال المباراة طيب طبعاً كلها مثلاً حمزة علاء مبارح وعنده خطأ واضح في الهدف التاني في الآخر بني آدم ورده لن يحسب يعني اللجنة الفنية ما ينفعش تجي تحسبه على الخطأ ده وتنساله كل البطولة ده ما ينفعش بس اللي انت قلتي ده بالظبط بيترجم اللي حب نتكلم عليه بيترجم الشغل بتاع الجهاز الفني اللي يخلي النهاردة لعب إبراهيم عادل اللعب نادي برامدز خد أفضل لعب في البطولة على حساب مثلاً زلزولي راجل بيلعب قردي في برشرونا وراح اعارل كذا نادي ومتاح لأن ده كبيرة جداً في أوروبا لعب محلي ما خدش أي تجربة احترافية بيلعب في بطولة قرية وبينجح ان هو ياخد منه اللقب ده لقب مش قليل واللقب نهاردة كل السكاوتينج اللي في العالم بيتابعوا البطولة وبيشوفوا ان فيه لعب محلي اسمه إبراهيم عادل لما يجيوه سيده مرحش في حتى غير برق بيقدر ان هو ياخد أفضل لعب في بطولة ودي حاجة كبيرة جداً وبرده تضاف لي الجهاز السن كبان تحت 23 سنة ده مش سنة صغيرة مش بنتكلم يعني في أشبال 23 سنة دي بيبقى في عمر لعبين كرة القدم بيبقى فيهم خلاص محترفين بالفعل في أندية كبيرة صحيح صحيح طيب فنياً المباراة كانت ماشية ازاي هل اللعيبة قدت اللي عليها؟ اه طيب بقى شوف طبعاً انا فجة نظر دي لو منتخب مصر كان بيرعب كامل لغاية ديال أخيرة كانت نسبة فوز لمنتخب المغربي باللقب لان تتعدل خمسة في المية خالص ايه ديالي على كلامي؟ المتخب المصري خلال السبعة عشر ديال اللي لعبهم كامل واللي أهرص فيهم واحد من أحلى من أحلى هقول إيه مش أهداف البطولة يعني أهداف السنة دي اللي احنا بصرحة شوفناها هدف محمود صابر هدف يعني خيالي هدف من الأهداف اللي احنا بنشوفهاش غير عن طريق كريستيان رونالدو هدف يعني بصراحة بسم الله علي هدف حلو قوي حلو جدا 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 طبعا أنا مش عايزة لهم محمود صابر وتقريبا خدعين بعد ما عدنا نشيب الهدف بتاعه على طول هوب عمل طبعا تدخل أنا فوجة نظر بصراحة يعني طبعا تدخل تدخل عنيف للغاية تدخل يعني فيه تهور شديد وكي مش معصوب مليون في المية مش معصوب ولكن فيه تهور شديد وأنا أعتقد قرار الحكم اللقاء وقرار الفار كان صحيح بطارد محمود صابر لأن اللعبة فعلا خشنة جدا على اللعبة كان زلزولي برضو لعبة منتخب المغربي وكان ممكن يتسبب له في إصابة قوية للغاية لكن الحمد لله ربنا صفر بس القرار فوجة نظر سليم الحماس طبعا أكيد بتاع اللعبة كان واضح يعني برضو يعني قدروا أنه هم في البداية وصلوا ليه التقدم ولكن طبعا الحماس الزيب محمود صابر في التدخل بتاعه والتهور كان في المنتخب أنه كان مجبر من أسلوب لعبه إن أنا بلعب ناقص برهيم عادل بصراحة كان عليه طبعا بعد الطرد مجهود شاك للغاية لأنه معزول تماما قدامه قدامه مطلوب إنه هو يمسك الكرة ويقاف عليها ويحاول يسحب منتخب مصري قدامه دي عمليها شاكة للغاية شاكة جدا جدا وإنت بتلعب بعشر لعيبة بصراحة يحسب للعيبة إن رغم الطرد ما حسناش خالص للمنتخب المغربي زي ما قلت إنه هو متفوق عددية برضو المنتخب المصري رغم النقص العدي قدر إنه يلعب خلف الأظهرة بتاعت المنتخب المغربي المنتخب المغربي يدفعوا السيء للغاية المنتخب صراحة طبعا هو حالية بطل أفراقيا لكن لازم يفكروا كتير جدا 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 في شكلهم في الأولمبياد يعني أقول لك أي حد بعد مطش المبارح يقول لك أنا متطمن عن متخب المصري الأولمبياد ليه؟ الشكل المبارح ليه مبرر وهو الطرد إنه يلعب نقص إنه متخب مغربي رغم إنه يلعب زيد ومعانه الجوم ومعا كل أكد تكتيكيا تكتيكيا الفريق سيء الفريق وحش الدفاعه سيء جدا فأنا أشوف بصراحة يعني بكل أمان رغم الهزيمة بس أنا بحيي لعيبة وبحيي الجهاز الفني على مباراة مباراة طبعا نحن نضم صوتنا لصوتك كمان ولو أريد كلم بقى عن تحليل تراكمي لمباريات اللي لعبها منتخبنا الوطني أولمبي تفتكر أنه هذا الأداء أو التحليل التراكمي ليك يؤهلنا أنه نكون من المنتخبات اللي تقدر تؤدي أداء مشرف وجيد وتقدر نهاية تحصل على مراكز متقدمة في أولمبياد باريس عشرين عشرين وعشرين إنه لو بصينا لمباريات لقبل كده هنقول إنه كان حسب التحليلات اللي بتخرج إنه كان فيه إهدار لفرص كتير جدا ما كانش فيه سينكرونيزيشن أو ما كانش فيه تواصل جيد مع اللعيبة فكان فيه بعض الأخطاء اللي استمرت لأكتر من مباراة بالمنازمة طيب أول حاجة طبعا نازم نقول إن المتابع المنتخب ده من حوالي أكتر من سنة كان يشوف إنه كان عنده مشاكل كتيرة جدا طيب الفريق فيه البطولة الحالية فضل عنده كلين شيت لأربع مباريات متتالية من كانت مباراة في مجموعات ومباراة السيمي فاينل لغاية لما تلقى هدفين في مباراة نهائية اللي قسرت الرقم اللي أنا بتكلم عليها وده بالتالي بيشير إلى القوة التاكتك الدفاعي ده مش قوة العبس لا مستحيل فيش فريق يعمل تكاتل دفاعي وفيه حراسة مرمى كمان طبع طبع فيش فريق يعمل تكاتل دفاعي يعمل تكاتل دفاعي أربع مباريات إلا ما يكون فيه دور للجهاز الفني والتاكتك اللي بيلعب بيه فيه مشاكل في فريق مليون في المية مليون في المية فيه مشاكل في فريق إن بصراحة الجيل الحالي المواهب فيه قليلة المواهب فيه قليلة جدا جدا وده برضو يحسب للجهاز الفني نرغم نضرة المواهب معهمش العيبة نقدر نقول إن هي بخلاف بريم عادل ما قداش نقول إن فيه أسماء يعني قوية بتلعب مع عنديتها بشكل كبير فيه الدورة الممتازة أو حتى فيه دور قطاع أفريقيا في أزمانة سابقا كان فيه أجيال قوية جدا جيل رمضان صبحي جيل عماد متعب كان فيه أجيال قوية جدا 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 وجعبوا مع عنديتهم بشكل أساسي المرة دي الجيل مختلف وإن شاني طبعا ننسى إن طبعا أكيد قبل أولمبياد باريس كل المنتخبات المشاركة عندها مساحة إنها تضم تلات لعيبة فوق السن فدول أكيد هيضيفه فإنها لما يجيب المتخب مصر مثلا هيضم أحمد حجازي هيضم محمد صلاح مساحة في مساحة الحمدي فتحي عمر مرموش مصرح فتحي طبعا مصرح محمد فأكيد طبعا فيه تلات لعيبة أكيد في تازيزات آه طبعا هيضيفه جدا 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 للمنتخب وإن شاء الله متأكد إن احنا هنشوف شكل مختلف للمنتخب في الأولمبياد